مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بليسي اين بتبعى قبل من الابداية وما تنسى اشتركوا في الفيديو واشتركوا بالقناة واشتركوا مخبار تونس لحظة بلحظة قال رئيس حركة النهذا رجل غانوشي في حوار له مع صحفية ايطالية اليوم انه في حال لم تستعد تونس الديمقراطية قريبا سنغرق في الفوضى وسينمو خطر الارهاب وسيدفع عدم الاستقرار بتونسيين الى الهجرة حيث يمكن لاكثر من 500 الف مهاجر تونسي ان يذهبوا الى سواحل ايطالية في وقت قصير للغاية وعبر الغانوشي عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية معتبرا بان مرتكبة اخطاء جسيمة ومخالفة الدستور واحتكار السلطة الثلاثة بيد شخص واحد واذاف الغانوشي في ذات السياق سنقاوم وسنناظر بكل الوسائل من اجل عودة الديمقراطية يجب ان يفهم ان البرلمان ان يعود الى مركز الية صنع القرار في الدولة واكد الغانوشي ايضا بانه سيحاول التواصل مع رئيس الجمهورية وانه لا يزال بامكان حل هذا المأزق من خلال حوار وطن شامل واعتبر الغانوشي ان اتهام حركة النهضة بالفساد وبمسؤولية الازمة لا اساس له من الصحة لافتا الى ان رئيس الجمهورية قيسي سعيد نفسه من اختار هشام المشيشي العام الماضي رئيسا للحكومة وانهم اتفقوا على دعمه فقط لتجنب الفراغ الحكومي وانهم لا يتحملون اي مسؤولية عن ادارة الشؤون الاقتصادية وانهيار الرعاية الصحية اشتركوا في القناة